السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اعلن الناخب الوطني الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة المتخب الوطني الجزائري الخاصة بمباراتي تصفيات كأس العالم يومي 6 جوان بالجزائر امام غينيا ويوم 10 جوان امام اغندا بكمبالا سيتي والتي جاءت كما يلي في حراسة المرمى هناك زغبة ومندرية وايضا بنبوت في الدفاع ايت نوري عطال بالعيد قيطون حجام كداد الوافد الجديد مدني ماندي وتوقاي وفي الوسط هناك بنطلب ايضا هناك كندوسي هناك ايضا زروقي وهناك عوار بالاضافة الى اللعب وسط الميدان الاخر وهو ايضا بن ناصر العائد في هذا التربص فيها الوجوم هناك عمورة وايضا بن رحمة بن زيا حاج موسى بن نجاح غويري وبقرار وابراهيمي وكما تلاحظون فالقائمة غاب عنها بعض اللعبين خاصة ممن كانوا يحضرون دائما في التربصات الماضية وفي مقدمتهم القائد رياض محرز والذي قال بخصوص غيابه المدرب براديمير بيتكوفيتش قال بانه اتصل في تربص مارس بمحرز والذي ابدله في ذلك الوقت بانه غير جاهز وبانه سيتصل بالمدرب حين يكون في اوج لعقته البدنية وايضا الذهنية والمدرب قال بانه محرز هذه المرة رغم انه وضعه في القائمة الموسعة الا انه لم يبدي اي رغبة بالتواجد مع المنتخب الجزائري ورغم ذلك يقول التقني الكرواتي السربي يقول بانه الابواب ستبقى مفتوحة امام رياض محرز في اي وقت للعودة الى صفوف المنتخب الوطني اما بخصوص لاعب اخر وهو يوسف بليلي هدف البطولة ايضا والذي قال بخصوصه انه ورغم ان اللاعب يمتلك مؤهلات فنية وبدنية كبيرة الا انه في الوقت الحالي غير المستدعى وهذا لكونه اي المدرب يحوز على خيارات فنية في نفس المركز تمكنه من عدم استدعاء بليلي في الوقت الحذر وتبقى ايضا الابواب مفتوحة امامه في التربصات القادمة اما كما تلاحظون في القائمة فان الوافد الجديد الوحيد على هذه القائمة والذي لم يسبق له التواجد من قبل في المنتخب الوطني الاول فهو مدافع شباب بلوزداد شعيب كداد الذي انضم للقائمة لاول مرة فيما تسجل بعض الغيابات الاخرى ودائما بنسب عيني المصاب هناك ايضا غياب بشير بلومي غياب شعيبي ربما بسبب الاصابة والاجهد في اخر المباريات شكرا لكم على المتابعة سعلم ورحمة الله